بلجأ الأسواج للخيانة الإلكترونية يعني أنا ليه بلجأ وبهرب لحد افتراضي مخبأ ورشاشي بدل الشريك يعني إحنا عنا أكتر من جانب في هذا الموضوع الجانب الأول إحنا ضحايا الوفرة يعني إحنا في زمن الأجهزة كل البيت مع أجهزة سمارت فونس أجهزة ذكية الإنترنت موجود في كل مكان في الشغل في الشارع في البيت في المحلات وين ما نروح بنروح على كافي أول إشي بنسأل عن الباسورد في إنترنت فالإنترنت هاي الوفرة الهائلة أعطتنا ضغط هائل على الإرادة الإنسانية أنه صار الإنسان تضغط عليه هو لأنه موجود كل شي ومتاح كل شي الشيء الثاني أنه الضغوط اللي إحنا بنتعرض لها كفلسطينيين بتطلب منه بتحط ضغط هائل علينا على العاطفة على الجهاز العصبي على الاحتياجات بصف أنه عندنا احتياجات أعلى من المطلوب وأعلى من التوقعات وأعلى من السياق الثقافي السائد في العلاقة الزوجية بس يبدو أنه إحنا مش وعيين للنهم العاطفي اللي إحنا محتاجينه فعليا ففي إنكار إحنا ننكر إنه إحنا بحاجة العاطفة أكثر لأنه وضعنا ليس طبيعي وليس مستقر فكل ما زادت الضغوط الخارجية علينا يعني العالم اليوم يواجه كورونا إحنا فلسطين نواجه الكورونا ونواجه الاحتلال صحيح فحتى في كورونا إحنا لا نشبه أحد إحنا أكثر صعوبة وأكثر تعقيد فإحنا كل يوم متابع أخبار كورونا ومتابع أخبار الانتهاكات الاحتلال فتخيل الضغط على المرأة والرجل فهذا بتطلب تلبية عاطفية هائلة وبتطلب وعي في الاحتياجات العاطفية فلما إطلم إذا إحنا بنظلنا عايشين بالسياق التقليدي والنظرة التقليدية للزواج والتفاني الهائل في تربية الأبناء والاهتمام بالأبناء دون التركيز على احتياجاتنا كرجل ومرأة إحنا بنوصل لمراحل إنه نعلن إفلاسنا ندور على هذه العاطفية برراء صحيح ندور على بدائل كمان جانب الثالث الوفرة القادمة من الخارج يعني الخارج كله بضخ في الإعلام الثورة الجنسية موجود في كل وسائل الإعلام في كل المسلسلات اليوم والأفلام والأخبار أخبار الاقتصاب والتحرش أكتر من أخبار الاحتلال نسمع عصرنا بكل العالم سائد أخبار الخيانات الموجودة بالمسلسلات الشهوة اللي موجودة في المسلسلات والأفلام الإثارة الجنسية اللي موجودة بالإيماءات والإيحاءات بكل وسائل الإعلام هذا كله بيأثر علينا كأفراد كأشخاص كمجتمع وبقودنا باتجاه تحريك هذه الرغبات وواعي هذه الرغبات وتتفتح عينينا زي ما بقوله على هذا الجوانب اللي في لحظات احنا مش وعيني لها كتير ومش مهتمين فيها مش مركزين فيها مش منتبهين لها كاحتياجات إنسانية فبيصير تركيز عليها أكتر من مثلا التركيز على الثقافة على الفنون على العمل الخيري على العمل الإنساني فهذه الثورة احنا كمان ضحياها